رأيي الأستاذ محمد عمر بهذا أنا فسات العمر الضغط نعم طيب أستاذ محمد تتفق بالإجمال على أنه هذه الحرب فاصلة بالنسبة لمستقبل روسيا وفقاً للمعطيات الميدانية والسياسية يعني أنا قلت بحلقة سابقة أنه في نظام دولي جديد بعد هذه الحرب لن يكون نظام العالمي كما قبل أوكرانيا أوكرانيا إذا ترجمتها ترجمتها للعرب معناتها الحافة يعني هي الفاصل بين دولتين أو بين قارتين أو بين نظامين أو بين عنصرين رئيسيين فأكرانيا ما شغلة بسيطة يعني لذلك سيكون هناك نظام عالمي جديد وكما قال الدكتور اليوم بهذه النقطة دكتور أستاذ محمد وزير الخارجية الروسي الذي التقى بنظيره الصيني يتحدث بالفعل عن بناء نظام عالمي جديد متعدد لأقطاب أنه يقول لك نحن نصنع نظام عالمي جديد يعني الروسي بيعتقد أنه هو من يصنع هذا النظام العالمي حكي كنت مثل ما قلت لك بالأول لا يعتد بكلامه كلام بالهواء يعني أما الفعل الفعل ضعيف جدا حتى الصين الصين تنقى بنفسها عن كل هذه المواضيع وما ذكروا الدكتور من كييف أنه في الدول الإسلامية الخاضعة للنفوذ الروسي كلها تنتظر الفرصة للخروج من هذا الوضع من دائرة الاستحواز الروسي الشيشان كلها معركة وخسرت نتيجة العنف الروسي الكبير ونتيجة أن الدول العظمى لم تتدخل ولم تنظر إلى موضوع الشيشان كنهم مسلمين يعني لم تنظر بأي عطف نحو قضيتهم اليوم هاي الدول عم بتلاقي فرصة أنه ممكن تخرج وهي لأنت حضرتك قلت بالأول أنه فيه كتيبة إسلامية حررت مدينة بأوكرانيا هاي بالقرم يعني ومعروف أنه تعدد الأسنيات والقوميات والأديان بروسيا شيء كبير ولا يمكن أن تبقى هذه المنظومة كما سقط الاتحاد السوفيتي محتمل كثير أن تتقسم روسيا وخصوصا الضعف اللي بدأ بحربها بأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر أصبحت روسيا أصبحت روسيا فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا هاي اشتركوا في القناة